افتتح وكل محافظة حضر موتر شؤون مديريات الوادي والصحراء عامر سعيد العامري مشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية لتشغيل بئرين بحقل الخلعة بمديرية الساة بتمويل شركة باترو مسيلة وتعرف وكل المحافظة بحضور مدير عام المديرية مبارك الجابري إلى شرح حول المشروع الذي يتضمن تركيب أكثر من 200 و40 لوحا ذات وجهين بقدرة انتاجية بلغت 145 كيلوات واستفيدوا من المشروع حوالي 30 ألف نسمة في سياق آخر اتطلعوا كل محافظة حضر موت على سير العام الجاري في مشروع طريق القراشم عدم ساه بوادي حضر موت البالغ كلفته الإجمالية أكثر من 4 ملايين دولار بتمويل من حصة مبيعات النفطة ويشمل المشروع الذي يبدأ من خط القراشم وينتهي إلى عقبة ساه أعمال الحفر الإنشائي والردم وفرش طبقة الأساس والطبقة الإسفلتية وردم الأكتاف بطول 37 كيلو مترا ما عقبت السابط لـ 1800 كيلو متر حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه قرابة 65%